نظم المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمر جمهيري بقرية شرشابة في مركز زفتة بمحافظة الغربية بحضور عدد كبير من المواطنين وألقى المرشح الرئاسي فريد زهران خطابا سياسيا شاملا استعرض خلاله رؤيته ببرنامجه الانتخابية في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية يأتي المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات الانتخابية التي نظمت الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران خلال فترة دعاية الانتخابية من أجل لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع إلى أولوياتهم ومشاكلهم والنقاش معهم حول الحلول المطوحة بالبرنامج الانتخابي للمرشح